نتحدث أكثر عن كل هذه التطورات مع ضيفنا الكريم من بغداد الدكتور اللواء الركن عماد علو الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور عماد إذن نتحدث عن تقدم للقوات العراقية بدحر التنظيم ولكن في المقابل نتحدث عن صعوبة بمواجهته بعدما انحسر بالصحراء بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام بالتأكيد ما تذهبين إليه صحيح لأن التنظيم لا بد أن يكون له خلايا وثلول هربت باتجاه عمق الصحراء والحروب والمعارك في الصحراء تختلف كليا عن مواجهات التي تمت مع التنظيم في المدن والحواضر التي تم تحريرها من قبضة هذا التنظيم الإرهابي لأن المتطلبات المعركة في الصحراء بتضاريسها الجغرافية الصعبة ومناطق الاختباء وطيات الأرضية والكهوف الموجودة في جزيرة شمال الفرات وجنوب البعاج تتطلب حتى نوعية الأسلحة والتكتيكات العسكرية والقتالية تختلف كليا ونوعية القوات أيضا لا بد أن تكون مدربة على هذه المعارك هنا يأتي دور الجهد الاستخباري الجهد الاستخباري ضروري جدا حتى لا تتشتت الجهود ويكون الاستهداف مناطق تواجد التنظيم بصورة دقيقة وأيضا الإسناد الجوي يكون مطلوب بشكل كبير في هذا النوع من المعارك خاصة الإسناد الجوي من قبل طيران الجيش إذن نحن مقبلين على مرحلة جديدة من القتالات من المواجهة مع التنظيم حتى نستطيع أن نقول أننا تمكننا من القضاء على القدرات العسكرية التي كان تمتع بها التنظيم في العراق إذا ما فندنا ما قلت حضرتك بأنه فيما يتعلق بالقوات يجب التفريق هذه المرة بالاختلاف بموضوع القوات وموضوع الأسلحة قوات تركيز بشكل أساسي يجب أن يكون على القوات الاستخبارية طبعا كما قلت حضرتك بموضوع الأسلحة ما الذي يجب أن يختلف بالنسبة للأسلحة لا بد أن تكون هناك نوعيات من الأسلحة ومن المقذوفات التي تكون دقيقة وحتى لا يتشدت الجهد وتكون التكاليف المعارك عالية دون أن تحقق الهدف المطلوب هنا القنابل والصواريخ الذكية المطلقة من قبل طائرات سواء طائرات القادمة أو سمتيات طيران الجيش وحتى المدفعية يجب أن تكون مستندة إلى معلومات استخبارية حتى تتمكن من إصابة الأهداف بدقة القنص هنا القناصين يكون لهم دور كبير أيضا في هذه القتالات التي ستتميز بمناطق منفتحة أو بأسلوب مختلف من الغش والاختفاء في هذه المناطق هنا يحتاج إلى مناورة أيضا لأنه نوعية العجلات المسرفة والمدولبة قابلية استخدامها وصلاحية استعمالها في هذه المناطق أيضا ستكون محدودة لطبيعة التضاريس الجغرافية التي ممكن أن نواجهنا هنا يبرز دور الفرق المدرعة والآلية أكثر من المشات الراجل لأن هذه تكون قابلية لديها على السرعة والمرونة وأيضا التحصن من نيران القناصين ونيران العدو الهاوانات وغيرها لذلك العراق سيحتاج في مستقبل الأيام إلى زيادة فرقه وتشكيلاته المدرعة لتأمين هذه المساحات الشاسح وموضوع طبيعة الجغرافية وموضوع التضاريس هذا من المفترض أن يلعب دورا إيجابيا ولا يكون طبعا لصالح القوات العراقية ومقابل هذا أيضا ماذا لدى داعش بهذه المعركة بمعركته في الصحراء لدى داعش في هذه المعركة أنه يستفاد من التضاريس الجغرافية بالاختباء ومحاولة التنقل والالتفاف من الخلف على القطاعات لذلك لا بد من ملاحظة هذه النقطة من خلال الرصد الجوي والرصد الراداري للأشخاص وحركة العجلات وعدم السماح للمفارز الإرهابية ومفارز التعويق بالمناورة والتنقل وظهور بمناطق رخوة أو على وحدات وربايا قد تكون منعزلة هنا تلعب طرق المواصلات وتأمين الاتصال بين القطاعات دور مهم أيضا في معارك الصحراء الشاسعة حتى نستطيع تأمين الإسناد المتبادل بين القطاعات وإرسال الجهد الجوي وتعزيزات في أسرع وقت ممكن في حالة ظهور التنظيم في مناطق قد تكون فيها وحدات منعزلة التقدم السريع للقطاعات أيضا سيكون محفوظ بمخاطر لا بد أن يكون هناك تقدم مستند إلى معلومات استخبارية ودقيقة ويكون أيضا مسند من قبل ومدعوم من قبل طيران القاصف وطيران الجيش بالنسبة للمروحيات ثابتة المروحيات السمتية الهلكوبتر حتى يكون هناك سيطرة ومراقبة ومنع تقديم تضحيات غير مبررة في هذه المناطق أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من بغداد دكتور لواء الركن عماد علو الخبير في شؤون العسكرية والاستراتيجية شكرا جزيلا لك